السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا عن انتقال عطارد لبرج الحمل اللي رح ينتقل يوم الأحد عشر آذار مارس طبعا بالنسبة لهذا الانتقال بتكتركزه فيه مضبوط لأنه فيه تراجع لعطارد رح يكون في برج الحمل بالفترة القادمة فإذا هي ثلاث مراحل أو ثلاث حركات رح تكون لهذا الكوكب خلال الفترة القادمة يوم الأحد عشر آذار مارس ساعة أربعة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش رح ينتقل لعنا عطارد من برج الحوت لبرج الحمل ورح يظل بحركة أمامية رح تستمر لمساء يوم الاثنين واحد أربعة الساعة عشر وارباطعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش رح يستمر بحركة أمامية لهذا الوقت بعدها بده يبدأ بعملية التراجع اللي هي من يوم من مساء يوم واحد أربعة وحتى ظهر يوم الثلاثاء خمسة وعشرين أربعة يعني بده يتراجع تقريبا بحدود الأربعة وعشرين يوم فترة يعني تعتبر هو عادة ثلاث أسابيع ولكن هاي المرة بده يتراجع مدة أربعة وعشرين يوم بعدها يوم خمسة وعشرين أربعة في ساعات الظهر يرجع للحركة الأمامية وبيضل بحركة أمامية مستمرة لغاية الساعة خمسة وأربع دقائق بعد عصر يوم خمسة خمسة لا ينتقل من برج الحمل لبرج الثور إذن عنا ثلاث حركات رح نقسمها على ثلاث مراحل لأنه لو عملتها بحلقة واحدة أكيد رح تنسوا ما رح تظلوا مواكبين الموضوع فرح نقسم هاي الموضوع هذا رح نقسمه لثلاث حلقات الحلقة الأولى اللي هي اللي الآن احنا منسجلها واللي هي لها علاقة بالمرحلة الأولى اللي هي من يوم عشر ثلاث لا يوم واحد أربعة بعدين في حلقة ثانية اللي هي حلقة التراجع اللي هي من يوم واحد أربعة لا يوم خمسة وعشرين أربعة وبعدين الحركة الثالثة اللي هي من خمسة وعشرين أربعة لا يوم خمسة وخمسة يعني عنا ثلاث حلقات والآن الحلقة الأولى اللي هي عن المرحلة الأولى اللي هي الحركة الأمامية اللي هي بتبدأ من الساعة أربعة ودقيقتين صباح يوم الأحد بتوقيت جرينيتش وبتستمر حتى مساء يوم الاثنين واحد أربعة ساعة عشر وأربعة عشر دقيقة قبل اللي هي بداية عملية التراجع كوكب عطارد هو الكوكب المسؤول بتاثيراته عن القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة بيتحكم بالاتصالات وبيتحكم بالمواصلات ومن صفاته لما بيكون بحالة إيجابية بيعطينا الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير والشرح وإصال المعلومات وعشق الحرية وقوة التفكير وقدرتنا على تحليل الأمور وكثرة الحركة والسفريات القصيرة أيضا والاهتمام بالتكنولوجيا وما يتعلق بذلك حتى بالسيارات اللي لها علاقة بالتواصل أما من ناحية سلبية لما يكون في حالة سلبية فهو يعطينا نوع من أنواع التهور بسبب عصبيتنا فالعصبية هي اللي بتكون غالبة على كل شيء إن كان بأفكارنا أو بحركتنا أو بطريقة تفكيرنا من تسرع باتخاذ القرارات وإلى ما لا نهاية هذا في حال كان في حالة سلبية خلال الفترة المذكورة اللي هي من يوم عشر ثلاثة ولغاية واحدة أربعة بيشعروا موليد برج الحمل بقوة الإدراك والرغبة في الدراسة والمطالعة وبيتمتعوا بقدرتهم على إقناع الغير بوجهة نظرهم وإيصال المعلومات حتى ترويج لاشيء أو لفكرة أو لمعلومة بيكون عندهم القدرة العالية في هذا الموضوع وبينشطوا في مجال السفر والاتصالات وبيستفيد طبعا معهم اللي هم موليد الأبراج النارية اللي هي من نفسه عنصر برج الحمل اللي هم الأسد والقوس وأيضا الهوائية اللي هم الجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب عطارد ساعة ولادته في برج الحمل طبعا بالنسبة للأشخاص اللي بينولدوا وبيكون عندهم عطارد موجود في برج الحمل هذولى أشخاص بيتميزوا بسرعة البديهة وسرعة التفكير وسرعة اتخاذهم للقرارات أيضا بدرسوا بيحللوا الأمور بسرعة عالية جدا طبعا في عنا أهم شيء والمعروف دائما إنه إحنا منذكر الزوايا الزوايا الفلكية اللي بتحدد علينا إنه رح يكون إيجابي ولا سلبي بالفترة القادمة فمنوخذ كصورة أساسية إيش الزوايا اللي رح يشكلها بالنسبة للزوايا اللي رح يشكلها أثناء موجوده في برج الحمل عنا زاوية وحيدة رح تكون موجودة هي يوم عشرة ثلاث وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو رح تكون الساعة عشرة وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتزيد من حد الذهننا وحدثنا وقدرتنا على النقد وبرضه بتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ القرارات اللازمة دولياً بالدل على إشادة الصحافة ووسائل الإعلام بمجهودات الدولة في محاربة الجريمة وكذلك التحولات الجذرية اللي أنجزتها الدولة في بعض القطاعات لتجديدها أو إحياءها طبعاً ما بيعني هذا إنه بس هي الزاوية الوحيدة هو فيه زوايا رح تكون مع القمر أثناء دوران القمر فرح يشكل أغلب الزوايا عندنا الإقتران والتزديس والتثليث وتربيع وتقابل فعشان يعني زوايا رح تعتمد على القمر مش على الكواكب الأخرى لا تنسوا إنه من تاريخ 1 أربعة لا يوم 25 أربعة هاي فترة صعبة جداً من المفروض أنه تبرمجوا حالكم أو ترتبوا أموركم على إنه الأعمال الضرورية والمهمة والامتحانات والسفريات والارتباط والزواج أو الأشياء اللي فيها شراء أجهزة إلكترونية إنها تكون يا قبل هذا التاريخ يا بعد هذا التاريخ لأنها فترة التراجع فترة سلبية جداً بما إنه عرفنا إنه في زاوية إيجابية وحيدة موجودة فخلينا نشوف إيش تأثيرات رح تكون على جميع الأبراج لا تواجد عطارد في برج الحمل بالفترة القادمة فعشان هيك بدك تسمع برجك تسمع طالعك برجك الباطني برجك الأثيري برجك الزهري برجك اللي أنت بدك هيها فاسمع شوف شو اللي بينطبق عليك بعديها أنت بتحدد إيش الاتجاه اللي أنت بدك تمشي فيه برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بيشعروا بقوة الفكر والإدراك والقدرة على إقناع الغير بأراهم وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات ومنهم بينشطوا بمسائل تتعلق بالهجرة أو حتى بالدراسة بتتمكن من إنجاز بعض الأعمال المهمة وبتجد سهولة في متابعة دراستك أيضا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا عطارد رح يكون موجود في بيت متاعبك فعشان هيك الاهتمام رح يكون بالمؤسسات الكبيرة أو التواصل مع شركات كبيرة أو مع السجون مستشفيات أشياء من هذا القبيل وأيضا بيبدأ اهتمامكم أكثر في الغيبيات وبتجدوا حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعيقكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء بتنشطوا اجتماعيا بتتعرفوا على أصدقاء جدد حتى علاقاتكم الاجتماعية بتكون واسعة جدا ونشطة جدا بالفترة القادمة ممكن تتلقى أخبار سارة أو ممكن أنك تشارك في كثير من المناسبات أو ممكن حتى تتواصل مع أصدقاء بقيمه خارج البلاد أو برضو بيستعدك في إقامة بعض المشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقائك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا موليد برج السرطان بما أنه رح يكون البيت العاشر لإلكم معناته هنا تواصل عالي جدا رح يكون بعلاقاتكم مع المسؤولين عنكم في مجال العمل وأيضا في أمور تتعلق بسمعتكم والدفاع عن سمعتكم أو إثبات كفاءتكم لبعض الأعمال أو ما يتعلق بالسمعة ممكن تسمعوا خبر جيد بخصوص وضعيتكم المالية وهاي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص ذو نفوذ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا البيت التاسع لإلكم يعني بتنشطوه في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والدراسات الجامعية وبرضو بيستفيدوا الطلاب الأكاديميون في دراساتهم وخصوصا اللي عندهم دراسات عليا أو دراسات جامعية أو بدهم يأخذوا دورات تعليمية فهي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا أفكاركم رح تظلها مركزية على الأموال المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه مال الزوج، الزوجة، البنك، الضريبة، تعمين، حقوق لإلكم، ميراث أشياء من هذا القبيل هاي اسمها أموال مشتركة فبظل تركيزكم حول ضبط أموركم المالية المشتركة بتجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية بالفترة القادمة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا بما أنه رح يكون موجود مقابلك تماما بيت الشراكة فهنا التبادل الأراء والأفكار مع شركاء المال أو العاطفة أم مع الزوج مع الزوجة بتكون علاقاتكم مع أزواجكم أو شركائكم مرضية بطبعها نوع من أنواع العاطف والمودة وقدرة على الحوار والإقناع وهذه فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بما أنه رح يكون موجود في البيت السادس يعني بركز على العمل وزملاء العمل فعشان هيك بتفيدكم الأفكار مع زملاء العمل مع حال للبحث عن عمل جديد أو البدء بعمل جديد وبتصبح أعمالك ممتعة وبتزيد حيويتك وأيضا الصحة لها جانب ممكن تتوجه لعلاج أو تجد علاج أو يأخذ علاج مفعوله معك بالفترة القادمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا أم نحكي إحنا عن البيت الخامس معناته الحوار مع الأحبة مع الأولاد إيصال المعلومة نشاط عاطفي نشاط بهواياتك فممكن يمارسوا موليد برج القوس نشاطات أدبية أو يحثوا أولادهم على الدراسة وبتعرف لقاءاتك نوع من أنواع المتعة وبكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وبتقضي أوقات ممتعة وهي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بما أنه رح يكون موجود في البيت الرابع يعني الاهتمام رح يكون بالشؤون العقارية والأمور اللي تتعلق بالعائلة والمنزل أيضا فبتنصب أفكاركم كلها حول الشؤون اللي ذكرناها ممكن تسمعوا خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع تتعلق بالمنزل زي صيانة أو ديكور أو تحديث أو استئجار عقار أو بيع عقار أيضا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيستفيد الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة والامتحانات وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية وهي فترة مهمة للقيام بأسفار وأيضا الدراسة والعمل عما أخذ دورات دراسية أو تعليمية والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية وبرضو اللي بيشتغلوا بمجال التجارة المحلية بيستفيدوا في هاي المرحلة للتسويق أو بمجال تجارتهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بما أنه رح يكون في البيت الثاني اللي يتعلق في بيت المال فعناتو بتنصب أفكاركم حول أفضل السبل لكسب المال وأغلب الكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو طريقة كيف أنك تحصل على بعض الأموال وبتسمع خبر سار بخصوص عملك وممكن تحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية أيضا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه